مرحبا مشاهدينا، هذه أهم عنوين أخبار اليوم والد راق راقي ينجح في إقناع ياسين بونو بالموافقة على قرار النهام لأجل المنتخب الأولمبي المغربي فوزي لقجع يفاجئ الجميع برده على ترشيحه لرئاسة الكاف الاتحاد السعودية يستعد لإعلان قرار مفاجئ بشأن مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله والآن إلى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش الدرجاء من الفيديو تشترك في القناة تدفع الزر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار يعمل طارق السكتوي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبيا وواليد راق راقي المشرف على المنتخبات يعملان بكل جهد ليقناع ياسين بونو بالاندمام إلى صفوف المنتخب الأولمبيا والمشاركة في أولمبيا باريس 2024 ووفقا لما أكده موقع كورا فإن وليد راق راقي وطارق السكتوي يسران على ضم ياسين بونو أو منير المحمدي كعنصر خبرة داخل الفريق والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الفريق الأولمبي بلاعبين ذوي خبرة كبيرة مما يساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية وفي هذا الصياق ذكر المصدر نفسه أن راق راقي بصفته المشرفة على المنتخبات الوطنية تحدث مؤخرا مع ياسين بونو الذي يقضي إجازته حاليا في المغرب وأشار إلى أن هناك تطورات إيجابية قد تحدث في الأيام المقبلة قبل الإعلان الرسمية عن اللائحة النهائية للمنتخب الأولمبي وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية تلقى طارق السكتوي ووالد راق راق أخبار صارة بشأن العديد من اللاعبين الذين حصلوا على موافقة أنديتهم للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 إذ أن هذا الأمر يمثل دفعة قوية للمنتخب ويعزز من فرص تحقيق أداء مميز في البطولة ومن بين اللاعبين الذين حصلوا على الموافقة يأتي عبدالصمد الزلدلي الذي نال موافقة ناديه الحالي ريال بيتس للمشاركة في الأولمبياد كما تلقى إلياس أخماش موافقة ناديه في ريال مما يتيح لهم التحضير للموسم المقبل بشكل جيد من خلال المشاركة في البطولة كما أكدت نائيل هافر الفرنسية سينقشتا وأسامة ترغال مشاركتهما وكذلك لاعب موناكو إلياس بن صغير وصانع ألعاب سانتيتيان بن يامي البوشوري مما أرحى مدرب المنتخب الأولمبي تاريخ السكتيوي كثيرا وجعله يشعر بالتفاؤل حيال الإسعدادات الجارية وسيبدأ المنتخب المغربي الأولمبي مبارياته في أولمبياد باريز خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع والعشرين من يوليوز والتاسع من غشت المقبل ويذكر أن المباراة الابتتاحية ستكون داد الأرجنتين يوم الأربعاء الرابع والعشرين من يوليوز على أرضية ملعب جيفروي جوشارد في مدينة سانتيتيان ثم سيخوض الفريق المغربي مباراته الثانية في دور المجموعات يوم السبت السابع والعشرين من يوليوز ضد المنتخب الأوكراني على نفس الملعب في سانتيتيان وأخيرا سيختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم الثلاثاء الثلاثين من يوليوز على أرضية ملعب أليونز ريفيرا في مدينة تينيس وأتات هذه التحضيرات المكسفة بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة في أولمبياد باريز حيث يسعى المنتخب المغربي الأولمبي إلى تقديم أداء مشرف ورفع راية المغرب عاليا في المحافلة الرياضية الدولية صرح فوز لقجة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئيس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم وهو المنصب الذي يشعله حاليا باتريس موتسيبي من جنوب أفريقيا وبحسب مصادر إعلامية من السنغال وسحل العج قرر لقجة عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقاها من بعض الاتحادات الأفريقية وهذه الاتحادات تعتبر النجاح الذي حققته الجامعة المغربية نموذجا يحتذى بها لتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية وتضيف المصادر ذاتها أن اللقجة يفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي يقودها في كرة القدم المغربية بدلا من الدخول في تجربة جديدة تتعلق برئاسة الكنفدرالية الأفريقية ويعد جاني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أبرز الداعمين لترشح لقجة لرئاسة الكاف وقد عبر عن دعمه له في عدة مناسبات واجتماعات رسمية مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لها ومن جانبها أكد اللقجة الذي يشغل أيضا منصب عضو تنفيذي في الفيفا أكد على أهمية الوجود العربية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مشيرا إلى أن هذا الوجود يبرز بوضوحنا في العديد من الأحداث والقرارات التي تخص إدارة اللعبة في القارة الإفريقية وفيما يتعلق بإمكانية ترشحه في المستقبل لدد الشخصية المصري هاني أبو ريدا لرئاسة الكاف صرح لقجة في برنامج لقاء خاص على قناة وراديو أونسبورت بأنه لن يترشح أبدا ضد أبو ريدا وأكد على العلاقة الطيبة التي تجمعهما واصفا أبو ريدا بأنه أخ لها مما يعكس الروح ريادية والاحترام المتبدل بينهما وبهذا تصريح يظهر فوز لقجة التزامه بمواصلة العمل على تطوير كرة القدم المغربية ويبرز أيضا رؤيته للتعاون العربي داخل الاتحاد الإفريقي مصلتا الدوء على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه التعاون والتضامن في تعزيز وتطوير الرياضة في القرع ويعتبر لقجة من الشخصيات البارزة التي ساهمت في رفع مستوى كرة القدم في المغرب من خلال تبني مشاريع بنية تحتية طموحة وتحقيق إنجازات ريادية ملموسة على الصعيدين المحلي وتولي وهذا المصار الإصلاحي الذي يقوده يعكس رؤيته الاستراتيجية لتعزيز مكانة المغرب كواحد من أهم الأقطاب الرياضية في إفريقيا ويعزز من قدراته التنظيمية والتنفسية في مختلف البطولات القارية والدولية يعتزم نادي الاتحاد السعودي الإعلان عن رحيل مواجمه المغربي عبد رزق حمد الله في الأيام القليلة المقبلة ويأتي هذا القرار بعد فترة من الترقب والتكهنات بإشان مستقبل اللاعب مع النادي ووفقا لما ذكره الإعلامي الإتالي رودي جالتي عبر حسابه الرسمي على منسة TX فإن الاتحاد يعمل على وضع اللمسات الأخيرة في ملف رحيل حمد الله تمهيد لإعلان رحيله بصورة نهائية وقد أثر هذا الخبر اهتماما واسعا بين جماهير النادي والمحللين الرياضين ومن جانبها أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية إلى أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 33 عاما سيغادر صفوف الاتحاد بسبب صعوبة تفاهمه مع زميله الفرنسي كلمنزيما وهذا التوتر في العلاقة بين اللاعبين ربما كان له أثر كبير على قرار النادي بالتخلي عن حمد الله هذا في وقت تطمح مجموعتنا من الأندية السعودية في التعاقد مع حمد الله حيث يعتبر كلنا من نادي الخليج الرائد الشباب والفيحاء من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته ويعكز هذا الاهتمام الكبير مكانة اللاعب وأداءه المميز خلال مسيرته الكروية ويظل مستقبل حمد الله على الرغم من هذه التطورات يظل مفتوحا على العديد من الاحتمالات ففي الوقت الذي يسعد فيه لمغادرة الاتحاد سيكون عليه تقييم العروض المقدمة لها واختيار الوجهة الأنسب لمسيرته المقبلة وتبقى الجماهير والمتابعون في انتظار الأعلان الرسمي من نادي الاتحاد ومعرفة الخطوة التالية في مسيرة عبد الرزق حمد الله الرياضية